موسيقى ورجعنا لكم معنا الدكتورة سالي وحنخش على المشكلة اللي بعدها أنا عندي 25 سنة ومتقدم لي عريس دكتور 33 سنة في الأول قاعد يقولي مفيش شغل مفيش خروج من البيت ولما قلت لأهلي لأ ده ما ينفعش ومش مناسب كلموه أقنعوه إنه مفيش حاجة اسمها كده واقتنع هل ده بقى إنه ما عندهش شخصية بيسمع الكلام أي حد والكلمة توديه وكلمة تجيبه ولهو معناه إنه عارف غلطه واختنع برأي الآخرين عادي كمان لما بيقعد مع بعض ما بيقعدش يتكلم عن مستقبلنا وحياتنا بعد الجواز دايماً بيتكلم في المجمل كده كلام عام ويتكلم عن نفسه وعن حياته وخلاص هل ده معناه إنه هو إنسان سطحي لأن الكل أصحابي بيقولولي مريك يجعب أصحابك خالص دي كل الرجالة كده وما بيركزوش في التفاصيل لا يعني هو هنا دلوقتي هي بتشتكي من إنه هو ما بيكلم عن نفسه فقط النقطة الأولانية إنه هو كان عايزها ما تشتغلش ما تروحش ما تجيش أهلها تكلموا معاه فاقتنع فهل ده إيه ده أول نقطة هل ده معناه ما عندهش شخصية لا مش معناها كده مش معناه إنه هو ما عندهش شخصية بس معناها إنه هو عايز شريها وعايز إنه هي تعيش معي يعني عايز يرديها مش معناه إنه ما عندهش شخصية وهي كويس إنه هي اتمسكت بنقطة الشغل لأنه إحنا بنشوف إنه أي تنازل هيحصل في أول العلاقة هيبقى سلسلة من التنازلات يعني مهمة جدا في بداية العلاقات يبقى فيه عقد عقد اتفاقات يعني أنا بشتغل شغلي كذا الأجازات هنعمل كذا الجمعة اللي دايما فيه مشاكل بيحصل فيه كذا العيد يعني بنقعد فعلا مع الناس وبنعمل عقد اتفاق الأجازات هتعملوا فيها إيه هتزور حاماتك إمتى هتزوري حاماتك إمتى وهكذا فكون إنه هو عامل كده معناه إنه هو بيحبها مش إنه هو ما عندهش شخصية يعني هو عايز يرديها فدي النقطة الأولى النقطة التانية بقى اللي عايزين نتكلم فيها ما بيقعد معاها بتكلمش في المستقبل دي بقى عليه علامة استفهامها يعني ما بتكلمش في المستقبل دي حاجة وبتكلم عن نفسه فقط دي حاجة تانية يعني هي محتاجة طبعا إن أنا بتكلم عن نفسي بس دي هنا بتسمع لنا علامة إن فيه أنانية أو فيه تمحور حول الزيت يعني باللغة النفسية فهي محتاجة تقابله مرة واثنين وثلاثة هم لسه مخطوبين تقريبا فتتعرف عليه بشكل أكتر ده متقدم لها كم مخطوش يعني تطول فترة التعرف لأنه طبعا مهم إنه هو مش بس يتكلم عن نفسه يقول لها إنتي عامل إيه وأخبارك إيه وحياتك إيه ده كده أهم من إنه هم يتكلموا عن مستقبلهم طب تنقش هي يعني إيه أنت بتقولي ما بتتكلمش عن مستقبلكم تكلم إنتي بالضبط كده افتح إنتي المواضيع عوديه علميه يعني يمكن هو برضه خلي بالك معدوش خبرة في التعاون مع البنات ومش عارف يعمل إيه فما تتضيقش منه فخديه بالراحلة وهو فيه موازات تانية كويسة وليه إنسان كويس أنا رأيي أنتي فتحي يعني أنت يتكلمي في المحاجات المستقبلة طبعا أنت ناوي نعمل إيه أما نتجوز أنت شايف الحياة شكلها هيبقى إزاي عايزين نتكلم عن خطتنا هنعمل إيه هنساوي إيه يعني ما تقفلش دايماً البنات بتبقى في السنة ده متصرعة أوي أه أوي لأ يعني لازم نطول الفترة ونتعلم أن ما تقفلش يعني تدي مساحية شايفها كذا طب هنعمل إيه إيه خطتنا وبعدين تقوله أنا يعني أنت مش عايز تعرف حاجة عني أنا ملاحظة أن أنت بتتكلم مركز على حياتك بس هو مش إحراج ليه بس هي تنبيه لا هي ممكن تقوله بتسألتنيش يعني عن حياتي حتى بغير ما تحرجه لكن ممكن تقوله ما سألتنيش عن حياتي بس طول الفترة تقوله كده أه تقوله بقى كده لكن طول الفترة لأنه تبقى فيه رجالة برضو أو بتبقى فيه ناس بصفة عامة بتبقى متمحورة حول ذاتها شوية ممكن حاجة تانية برضو يا دكتور أنا شايفاء يعني ممكن يكون هو شايفة مش حباه ويوضح أنه ليسا مش حباه فعايز يحب فهو بيكلمة عن نفسه عشان أنا كويس أنا كويس حبيني يعني ممكن تكون متخدم بأسلوب تنبيه ممكن بالمحمل أنا يعني عايز هتعرفه عشان تحبه أيه بالضبط لأنه هو مش شايفة قريبة منه يعني بالضبط هو الآن يعني فممكن يكون ده على فكرة هيحيه بس شوية وإنتي دايما جوزك على ما تعودي هنعلوكم بس جوزك على ما تعودي وبنك على ما تربي دي حقيقة مهمة جدا اشترك في بقات وطشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و 99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و 99 قرش